وحتى في السنوات الاخيرة الاعتداءات الكثيرة والمتكررة البربرية على غزة كان الرئيس عفتاح السيسي بيتدخل والاجهزة المصرية تتدخل دائما للوصول الى سلام والى اعادة عمار غزة ثم الكلمة الاخيرة للرئيس عفتاح السيسي عندما طرح اسرائيل او اعادة طرحة في الحقيقة مشروع تهجير الفلسطينيين الى سناء وافراغ قطاع غزة الرئيس السيسي قال مشروع تصفية الاضياء الفلسطينية على حساب مصر غير مسموح به ومصر لن تسمح بهذا الامر وكان في الحقيقة مقولة فاصلة بهذا الامر صحيح هل يعني ما يقال عن المبادرات الاسرائيلية لتهجير الفلسطينيين هي وليدة اللحظة ام انها لها جذور تاريخية دكتور عفف يعني ما تقول اسرائيل حاليا بمطالبة عدد كبير من التيارات الاسرائيلية المتباينة بضرورة تهجير اهالي غزة داخل سيناء هل هو وليد عشرين تلاتة وعشرين لا طبعا يعني ده مرتبط بالمشروع الصهيوني منذ تأسيس اسرائيل بدأ حتى بفكرة تهجير العرب اسرائيلي العرب الموجودين في فلسطين 48 تحت الحكم اسرائيلي ما يزال حتى الان المتطرفين الاسرائيليين يطلبوا به خروج عرب اسرائيل وانهم يعيشوا خارج اسرائيل اما يروحوا الضفة او الاردن ثم المشروع الاسرائيلي انطرح اكتر من مرة وانطرح حتى على الرئيس الاسبق حسن مبارك بتهجير فلسطينيين قطاع غزة الى سيناء وعمل تبادل وكان نتنياه وساعتها تحديدا العرب بالضبط وعمل تبادل اراضي وكأن يعني بيدهم تغيير خرائط العالم وكأن مصر دولة ليست لها سيادة والرئيس مبارك اعترض على هذا المشروع ومات في تلك الفترة لكن اسرائيل استغلت ما حدث في سبع اكتوبر لاعادة طرح هذا المشروع مستفيدة او محاولة ان تستفيد من تعاطف الدول الغربية معها في بداية الازمة لكن اتصور ان اصبح هناك قناعة دولية بربط فكرة تهدير الفلسطينيين على حساب مصر